الحقيقة الأخبار الكاذبة أصبحت كثيرة جدا خلال هذه الفترة وزي ما قلت لحضراتكم دائما من خلال قناة الأهلي من فضل حضراتكم من فضل حضراتكم للمرة المليون لأن هناك بعض من جمهور النادي الأهلي بيمشي وراء الأخبار الكاذبة الأخبار الكاذبة دائما موجودة فيه كثير من الوسائل مش هادر أقول أكتر من كده كثير من الوسائل بتوديك لأخبار كاذبة ليه أنا بقول هذا الكلام؟ لأنه الحقيقة النهاردة ومبارح انتشرت بعض الأخبار الخاصة ببعض القضايا اللي عملها النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب على بعض المشككين واللي كانوا بيغلطوا في الكابتن محمود الخطيب طيب إيه اللي حصل في هذا الأمر؟ زي ما قلت لحضراتكم قبل كده أنا آسف بس هاخد دقيقة واحدة زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ناس كتيرة جدا مصر كلها في ذلك الوقت قالت إن بيرسي تاو مصاب معادة قناة النادي الأهلي قالت إن بيرسي تاو حيبقى موجود وتاني يوم في التمرين قلنا لحضراتكم هذا الكلام حتى تعرضنا لبعض الانتقادات وانتوا ما بتعملوش حاجة غير أن انتوا تدفعوا على النادي الأهلي وتعملوا كذا 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 الحمد لله تضح إن الحقيقة اللي إحنا قلناها لحضراتكم وبيرسي تاو اللعب المطش اللي فات وجاب جون اتصب بعدها الناس قالت لك كذا كذا قلنا لحضراتكم ما هو حينزل التمرين النهاردة كان بيرسي تاو موجود في التمرين وزي ما حضراتكم إحنا هنجدب ليه أو هنقول حاجة غلط لحضراتكم ليه ده مش اسلوبنا أبدا ولا اسلوب النادي الأهلي بالمناسبة عشان كده النهاردة بيان للمستشار القانوني للنادي الأهلي ردا أنا من عندي الجزء ده ردا على كل الأخبار الكاذبة من انبارح للنهاردة أو الأكاذيب المنتشرة من انبارح والنهاردة والغريبة أن فيه قانانوات كثيرة ومواقع كثيرة بتتناولها بدون تأكيد لمجرد أن أنا ما عرفش مجرد أن أنا إيه لقيت خبر انتشر على سوشال ميديا فمشيت وراه ولكن الحقيقة دائما من خلال قناة الأهلي الحقيقة دائما من خلال قناة النادي الأهلي قال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي أنه لم تصدر اليوم أية أحكام قضائية بأي من القضايا المرفوعة من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد الخارجين عن القانون الذين تجاوزوا في حق رئيس النادي الأهلي وأسرته بالسب والقضر بل ولم تكن هناك أي جلسات لمحاكمة المتهمين في القضايا المشار إليها أما بشأن ما تناولته بعض المواقع الإخبارية بشأن القضاء ببرائة المتهم في الجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية؟ نود التأكيد الذي لا يقبل الشك بأن تلك الجنح محجوزة للحكم لجلسة 27 أربعة 2022 أمام الدائرة الثانية جنح اقتصادية ونناشد وسائل الإعلام التي نحترمها وأشارت إلى غير ذلك مراعاة الدقة والتصحيح أتمنى من كل الناس اللي قالت عكس هذا الأمر خصوصا أن أنت سهل جدا أنت تتأكد مش لازم المستشار القانوني للنادي الأهلي يطلع يقول هذا الكلام ده فيه تاريخ وفيه أو تاريخ قضية محجوزة فيه للحكم إسلام اللي عمل كده أو المستشار القانوني للنادي الأهلي اللي عمل كده لا ده السيد القاضي الجليل هو اللي عمل كده قرار قضاء مش أنا ولا حد من النادي الأهلي لو حكم بإدانة حنقول أو حضرات مصر العالم كله هيعرف أن فيه إدانة لو حكم بحاجة تانية غير الإدانة العالم كله هيعرف أن فيه حاجة تانية فأنا باستغرب جدا وبشوف أن بعض المواقع ما هو ده اللي أنا بقوله جماعة يجب أن يكون هناك محاسبة لمثل هذه الأمور وأنا لما برضه في موضوع بيرسي تاو تحديدا لما طلعت واتكلمت وقلت يا جماعة بلاغ للسيد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الناس قالتلي أنت أفورت الموضوع ما أفورتش يا جماعة لأنه لما يحصل كده لما حصل كده من أسبوع زي ما حضراتكم شفته مفيش محاسبة حصلت للمجموعة الكاذبة أو المجموعة اللي كانت بتنقل أخبار خاطئة أو بتقول أنا آسف مش بتنقل بتقول أخبار خاطئة من أسبوعين أو من عشر تيام أو بتروج للأكاذيب من أسبوعين أو عشر تيام محدش يوم تحاسب جل نهاردة اتكررت تاني بعد أقل من أسبوعين وحيبقى عدد اللي بيروجه هذه الأكاذيب أكتر وأكتر لأنه محدش هتحاسب أو محدش بيتحاسب أين ميثاق الشرف الإعلامي هو ده دايماً اللي أنا بتكلم فيه هو ده دايماً اللي أنا بتكلم فيه إن يا جماعة من فضل حضراتكم من أسبوعين قلنا هذا الكلام قلتولي أسلام أنت ما كبرتش والله ولا حاجة لأن أنا عارف إن حتحصل مشكلة والتانية والتالتة والربعة وحصلت بعدها في أقل من خلال عشر تيام أسبوعين كلام ده بقى ما فيهش تأكيد من حاجة ده القضاء المصري اللي كل العالم بيحلف به سهل جداً إن أنا نروح المحكمة وأعرف إذا كانت القضية دي اتحكمت فيها وإيه الحكم اللي طلع فيها العالم كله حيعرف مش مصري بس أكاذيب بيتم ترويجها وبالتالي صدر هذا البيان من المستشار القانوني للنادي الأهلي فأنا بس حبيت أقول لحضراتكم وأوري حضراتكم إيه اللي بيحصل حتى في ظل فرحة مصر كلها والشعب المصري كله باللي بيحصل وبالتنظيم الرائع اللي حصل يوم الجمعة اللي فات فيه استاذ القاهرة ومباراة مصر والسنغال الناس سايبة كل ده ورايحة ترويج لأكاذيب وإشاعات لم تحدث وباختراعات عمرنا ما شفناها أتمنى أن يكون هناك محاسبة مش حقول أكتر من كده هو عشان ما حدش يقول لي انت بتكبر وبت لا أنا مش حقول أكتر من كده ولكن أتمنى أن يكون هناك حساب وحساب عسير لأي حد بيروج لأخبار خاطئة وكاذبة خاطئة وكاذبة